بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان في بيت من الشهر بيقول وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر لكن احنا دايما معنا في كل الليالي البدر المنير صلى الله عليه وآله وسلم بنور حياتنا في أي وقت في ظلمة وفي أي وقت بيفضل نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وفتح وتوفيق لنا الله سبحانه وتعالى جعله سر من أسرار الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وربنا سبحانه وتعالى أوقفه على أحوالنا فكان بالمؤمنين رؤوفه الرحيم فكلامه زي البلسم كلامه كمان بشؤ الطريق ويموية الأذى عن الطريق كلامه صلى الله عليه وسلم هو جوامع النعم مش جوامع الكلم بس لكن جوامع النعم وعشان كده أن أرضى معنا حديث حديث جليل عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم هذا الحديث متفق عليه أما في رواية الإمام مسلم ففي زيادة مهمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله هذا الحديث أنا بسميه صاحب نموذج يعني إيه نموذج ده بيأسس فينا نموذج مهم جدا جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيفتح علينا الأبواب يفتح علينا باب عن طريق نمازج كبيرة الحديث ده من أكبر النمازج اللي بتحتاج لها الأمة أنا بسميه النموذج العضوي يعني النموذج العضوي إزاي إزاي يحصل إن كل واحد في الأمة يشعر على أنه عضو عضو له دور في كل ما يحيط به وليس بنفس الطريقة بتاعت أصحاب التدايون الكمي إنه يبقى دورك إنه أنت مسؤول أي حاجة تحصل في العالم أنت عليك إنه أنت تغيرها لا أنت لك دور بمعنى أن ما تفعله من خير وما تفعله من صواب يساعده غيرك وينفعه غيرك ولذلك إحنا في ظل الأحداث اللي إحنا فيها هذا الحديث النموذج العضوي ده اللي فيه إيه بقى إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكلمنا وكأنه بيورينا نعمل إيه في الوقت اللي إحنا فيه ده وإحنا بنشوف الصمت الدولي أمام جرائم الإبادة الصهيونية اللي بتحصل كل يوم في الحديث بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه المسلمين في إدارة الأزمات بإيه؟ بيشبه المسلمين في إدارة الأزمات بالجسد بالجسد الواحد الجسد الواحد هو عمل تلت كلمات مفتاحية لقضية ماذا؟ لقضية إدارة الأزمة التواد التراحم التعاطف يبقى التواد والتراحم والتعاطف وطبعا كل كلمة لها تأثير في الرؤية الذي عند المسلم في التعامل مع الأزمة وخاصة في الوقت اللي إحنا فيه يعني يمكن أن أنت تخليهم التواد والتراحم والتعاطف دي ثلاث أحوال ويمكن تخليهم ثلاث عناصر بتمتزج عشان تطلع الحل في كل أزمة كل كلمة من الكلمات التلاتة دي كانت المعاني واضحة فيها وإن كانت قريبة ولكنها بتأدي دور في الخروج من الأزمة والوصول إلى الفرج اللي هو بيساوي العافية والشفاء لما الجسد بيمرض يبقى فيه فرق ما بين كل معنى من معاني الكلمات دي وأنا بيعجبني الفوارق اللي ذكرها حافظ بن حجر في شرحه لحديث البخاري فيقول سيدنا الإمام الحافظ بن حجر التواد المراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي يبقى أول حاجة قال إيه في توادهم فقال التواد الدهوة التواصل الجالب لإيه للمحبة للمحبة والتراحم المراد به أن يرحم بعضهم بعضا بإخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر يبقى إيه اللي حاصل يرحموا بعض بسبب أخوة الإيمان والتعاطف إعانته بعضهم بعضا كما يواطف السوب عليه ليقويه يبقى إيه اللي حاصل وكأن المواد ده والرحمة والتعاطف كأن التواد التواد والتراحم والتعاطف بيتحول إلى إجراءات يعني لو حطينا الاثنين أي وصلنا الإجراء والتعاطف وإن كانت المواد ده والرحمة مش هتحصل بمجرد تحرك مشاعر القلب وإنما بتنم الخير مع شعور الصادق بما يعاني إخواننا في الوقت اللي احنا فيه ييجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المعنى بيانا شافيا فيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان متوقف عن محبة فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وكأن المقاصد الشرعية المهمة هو تحقق المحبة الحقيقية بين المسلمين فستعالوا نقول حاجة مهمة جدا في السياق اللي احنا فيه ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تواديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد دي بالسهر والحم احنا عايزين نقول إن ده بيأكد على حاجات مهمة جدا زي ما اتكلمنا مرة قبل كده في نموذج السفينة إن كل عضو له وظيفة فلازم كل واحد فينا يقوم بوظيفته عشان يقدر يساعد الجسد يساعد العضو الذي فيه أذى ألا يسداد الأذى الذي فيه ولذلك ما ينفعش إن انت تعتبر نفسك عضو وأنت ليست لك دور ليس لك شيء تعيشه على أن الله قد أقامك فيه ساعتها تكون انت أين بدورك ولما ننتقل للكلام عن المواد والرحمة والعطف عنا أجد إن التلات معاني دولا مش هيخرجونا إلى قلب سليم مليء بالإيمان أما والعياذ بالله القلوب القاسية زي قلوب شراكاء الشيطان اللي احنا شايفينهم بيقتلوا في أصحاب الحقوق وبيقتلوا في المستضعفين وخاصة يستهدفوا الأطفال والنساء وكبار السن اللي ربنا سبحانه وتعالى للأسف جعل قلوبهم هذه القلوب الذي جعلوها قاسية ونزعوا من قلوبهم الرحمة الذي أودع الله في الإنسان وعندهم حب لذوتهم ويجعلوا الإنسان عبارة عن طبقات ويجعلوا الإنسان في هناك إنسان لا يستحق الحياة فكانت القسوة هي المعنى الأساسي لقلوبهم ودول الألة عنهم ربنا سبحانه وتعالى ثم قسط قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة هم دول الناس دول ولذلك إحنا بنتكلم عنهم لازم يكون فاهمين إن قلوب دول أشد قسوة وغلظة من الأحجار أحجار دي ممكن تكون نافعة ممكن تتحط في مسجد ممكن تتحط في بناء الحجر نفسه ممكن يتفجر منه الماء الحجر ده ممكن يكون إنسان يستفيد به بس قلوبهم دي ولهيزوا بالله تفسد وتسفك الدماء وعشان كده تشبيههم تشبيه قسوة قلوبهم قسوة اطباعهم بهذا التشبيه كان معبرا إنهم قلوبهم أشد قسوة من الحجارة في ظل الكلام عن المودة والرحمة والتعاطف التواد والتراحم والتعاطف لأن دي معناه إن ربنا نزع الرحمة من قلوبه ودي دلالة في قمة الخطورة على قلب الإنسان فضلا إنه ويكون مسلم إحنا شايفين بشكل صحيح إيه اللي بيحصل العربي لما جيه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقبل سيدنا الحسين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنبي شوف الجرأ وقسوة القلب بيقول له تقبلونا الصبيان فما نقبلهم فقال صلى الله عليه وسلم أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك إيه اللي حاصل بيقوله طبعا نعمل إيه إذا كان ماذا أفعل لك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نزع الرحمة من قلبه هم دون نفس الصهينة نزع الله الرحمة من قلبه حضرة النبي بيقول للرجل أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول للأمة أو أتكون كهؤلاء لاحظوا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت بيحذرنا أنه إحنا لأن فيه ناس كتيرة بتمشي وراء أنا خير منه وتمشي وراء أنه هو العبد المختار وعشان كده يبقى هو صاحب النقاء الجنسي أو أتعمل كده لأنه إنت لو عشت في فكرة النقاء الجنسي إيه اللي هيحصل لا يمكن تعتبر الإنسانية دات شكل لا يمكن تعتبر عيشة مع البنقات مين دات إن أنتو كالجسد الواحد مش ممكن مش ممكن تعتبر الجسد اللي باقي البشر جسد معاك يبقى إيه اللي حاصل لا ده شوف كده كالجسد الواحد حتى أصبح من أشهر أسماء اللي احنا ممكن نستخدمها أسماء المسلمين أمة الجسد الواحد وتجلت أمة الجسد الواحد في العديد من المواقف المشرفة اللي بتجتمع فيها الأمة وتتحد علشان تواجه أعداءها وأعداء الله أعداء القيم وأعداء الأخلاق وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن وللمؤمن كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن احنا لما نكون كالجسد الواحد نبقى كإننا أصبحنا بنيان ليه إيه العلاقة ما بين كالبنيان وكالجسد الواحد قال له العلاقة واضحة هو إيه البنيان ده قال له لإن الإنسان كله بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله يبقى احنا وبنكون كالجسد الواحد في نفس الوقت يشد بعضونا بعضا كالبنيان اللي هو إيه البنيان ده اللي هو بنيان الله اللي هو الإنسان فلما يحصل بيننا التواد والتراحم ويحصل كمان بيننا التعاطف نصبح كالجسد الواحد فنصبح قد حافظنا على بنيان الله اللي هو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم وشوف كده تعبير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تداعى أي دعى بعضهم بعضا إلى المشاركة في الألم يعني الجسد كله كأنه بيتفق مع بعض أنه يتألم عشان عضو يتألم بس هو التعبير هنا يقصد به التألم ومش يقصد به أن التداعي لكي نتوجع أو نعيش في الألام إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحم وحدة وحدة ما قالش حضرت النبي تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالشكوى ما حصلش لا تداعى له سائر الجسدي بالسهر والحمى يعني إيه العضو المريض ده تداعى له سائر الأعضاء بالتخفيف عنه يعني إيه بالتخفيف عنه حد وشوف التنوع اللي حضرت النبي صنعه في هذا نموذج لابد أنا دائما كان عندي دراسة لهذا النموذج النموذج ده لازم يدرس مش كل الأعضاء هتسهر ومش كل الأعضاء هتعمل بالسهر والحمى ومش كل الأعضاء درجة حرارتها هترتفع وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه كل سينفع بما أقامه الله فيه ففي عضو هينفع بالسهر إيه المقصود بالسهر إن فيه عضو يظل لا ينام لكي لا تذهب نفس هذا الجسد بسبب نزيف عضو وإن زيك في بعض الأحيين تجد إيه تجد إن فيه نزيف في الأوردة لكن إيه اللي يحصل باقي الأعضاء بتحاول تجلط الدم لكي لا ينزف النزيف ويقضي على هذا الجسد يبقى إذن بالسهر والحمى هتتنوع أشكال الدعم وعشان كده حضرت النبي لما وصف وصف إن تتداعى تتنادى فبعضهم بيستجيب بالسهر وبعضهم بيستجيب بالحمى بارتفاع درجة حرارته لأنه وكأنه بيأخذ الوجع ده عنده فيتحمل جزءا من الألم وجزءا من دعمه بأنه يتحمل عنه بعض ارتفاع درجة الحرارة وهكذا هي الأمة مش تتألم بألم بعضها ولكن إيه اللي حاصل تدعم بعضها بعضا وتحمل عنه ويمكن اللي بيحصل في أحداث في غزة وفلسطين الأحداث الأخيرة دي كلنا بنتألم عنها وبنبكي للحياة اللي احنا بنشوفها لهذا الإجرام والبطش والظلم والعدوان وأنا آسف يعني في بعض الأحيان لازم نقول نوصف الأشياء بحقارة تتجاوز كل المعايير الإنسانية ووقاحة لا تعتبر أي معيار إنساني ولا حقوق إنسان ولا أدنى قيمة ممكن يكون فيها تمسك لكي نحافظ على حياة الإنسان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ألنا تتداعى بالسهر والحمة لأن ده الجسد اللي يملكه الجسد يملك السهر إنه ما يخليش الجسد يرتاح يبقى متيقز لحسن لو إنه الجسد نام إيه اللي حاصل بعض الأعضاء لا تملك إلا إنها تخلي الإنسان سهران لأنه لو نام الجسد يموت فبعض الناس وظيفتهم الإيقاظ ونزلك بعض الناس في وظيفتنا دلوقتي مهمتهم إنهم يدونوا كل اللي بيحصل ده وينشروه ويعلنوا ويجددوا حياة القضية لغاية ما أصحاب الحق يوصلوا لحقهم فبعضهم هيعملوا إيه؟ بعضهم هيحصل لهم هذا السهر يسهروا على إنهم يعرفوا العالم كله إيه الإجرام اللي بيحصل فيسهر يسهر يعني يكتهد عشان القضية ما تموتش وبعض الناس يسهروا على الحدود عشان محدش يحاول يضيع القضية بالتهجير وبعض الناس تسهر وبعض الناس تسهر على إن ما يحاولش حد يضيع الحق وإصحابه ويغفل الناس وفي ناس كتير الآن مستعدين للتخفيل لما يفهموا إن القضية خلاص انتهت وإيه يعني لما نخلص المسألة بإن إحنا ينتقل الناس من السكنة في مكان لمكان تاني وهو وتبقى القضية تحلت لا مش هتتحل بإن إحنا نفرط في الأرض وفي العرض وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ساعدوا ساعدوا أخوانكم بما تستطيعون من أوجع الدهم والمساندة في حد تاني عيساعد بالإيه بالحمة يحصلوا ارتهاب في قلبه فيعمل إيه فيحمس الناس إن تخرج من أموالها وإن كان فيهم نوع من أنواع الخصوصية وإن كان فيهم نوع من الأزمة لكن يخرجوا لإخوانهم عشان يساعدوهم وعشان كده الله سبحانه وتعالى ويقول ويصف هذه الأمة بأنها أمة واحدة ويخلي ده بابل الدخول للتقوى وأنا ربكم فاتقون ولذلك ففكرة الأمة الواحدة هي فكرة في الحقيقة مش فكرة يقيمة عليا مركزية ومسألة إن الأمة كجسد واحد هو شكل من أشكال التوحيد أن توحيد الله سبحانه وتعالى يكون باتحاد هذه الأمة ويكون واعتصم بحبل الله جميعا اجتماع الأمة واتحادها عشان تواجه هذا الاغتصاب وهذه السرقة وهذه البجاحة الإنسانية التي لم تستمسبوقة ده نوع من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى وعشان كده بقول أني لازم تكون عندنا المساء الواضحة أن قوتنا وتمسكنا بقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على مسألة الجسد الواحد ده بيخلنا وصلين إلى حالة من حالات الرحمة والتواد والحفاظ على حياة أمة بأكملها نعمل إيه عشان نحافظ على ده لا توقفوا دعم إخوانكم ولا توقفوا أن يتداعى الجسد بالسهر والحمة استمروا في فتح كل ما يقوم به الكيان من إجرام ومن كل أشكال التعدي وعلى ذلك الجسد انشروا ولكن ننشروا بحكمة لكي يسمع العالم كله من هو المجرم من هو المختصب من الذي سرق الأرض من الذي يقتل الأطفال من الذي يقتل النساء من الذي يفعل كل هذه الجرائم لابد أن نضم إلى مصطلح إرهاب الجماعة وإرهاب الكيانات أن نضم إليها إرهاب الدولة هناك دولة إرهاب تحاول بقدر الإمكان أن تقتل الأطفال وتقتل النساء بدم بارد الأمر الثاني لا توقفوا الدعم اكمعوا ووسعوا على إخوانكم وقفوا معهم ارفعوا ذلك الدمار الإنساني الذي يكشف عن الانهيار في القيم والأخلاق حاولوا أن تحافظوا على كرامة هذا الجسد على كرامة هذا الإنسان بأن توفروا له ما به يبقى سابتاً راسخاً لا يضيع قضيته ويحافظ على عرضه كما يحافظ الإنسان على جسده فاللهم إنا نسألك وأنت الكريم وأنت الودود أن تجعلنا من أهل الدعم والمدد والبركة والوقوف والثبات مع إخواننا لنحافظ على الأرض والعرض بمددك ونكون من أهل نصرتك يا رب العالمين ونكون من أهل حفظك وكرمك يا أرحم الراحمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونجيب على أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان تكون دايما باب مفتوح لنا عشان نبقى في مجلس العلم ومجلس النور مع مولانا سبحانه وتعالى احنا هنقرأ مع بعض الأسئلة اللي وصلتنا على صفحتنا ونجيب عليها وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول رجع الإفادة بخصوص شراء سيارة قسط سواء كان هناك حظر اللي بيع السيارة من عدمه علما بأنها ليست السيارة الأولى للأسرة السؤال بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا عندنا سيارة للأسرة بس حبينا نجيب سيارة تانية بقى سيارة تانية إما للزوج أو للأولاد أو نقض بيها مشاوير فسيارة تانية فبيقول إيه حكم إن إحنا نشتري سيارة بالتأسيد ده هو الجواب واضح يجوز أن إنت تشتري سيارة بالتقسيد لأن ده جائز وتقسيد السمن السلعة ليس استثناءاً يعني إيه ليس استثناءاً؟ مش إن السيارة لابد أن تشترى نقداً فإذا اشتريت نقداً كان هذا حلالاً فإذا اشتريت بالتقسيد يكون هذا حرام هذا خطأ وهذا لا صح ولكن الشراء قد يكون عاجلاً وقد يكون منجماً يعني مقصطاً فده جائز شرعاً وده جائز شرعاً وما فيش أي مشكلة طيب إذا انا اشتريت سيارة بالتقسيد أنا مش محتاجي يطبق عليه قاعدة ايه؟ الضرورات تبيح المحذورات عشان تقول إحنا عندنا سيارة اشتروا في البيت مئة سيارة بالتقسيد ده بيع وشراء جائز وليس فيه أي حرمة فأجوز أن انتوا تشتروا السيارة بالتقسيد وليس في ذلك حرمة لأن هذا نوع من البيع المباح وهو البيع بنجوم مقصطة للثمن وده جائز وليس فيه عيب وده حصل من حضرة النبي النواء اشترى ناقة ثم أجل ثمنها فهي نفس الأمر أن تأجيل الثمن نوع من أنواع الشراء سواء أجل ثمنها فدفعوا كاملا أو أجل ثمنها ودفعوا أقصاطا كله هيكون في تأجيل الثمن وده جائز وليس فيه شبهة وليس فيه حرمة بأي شكل من الأشكال بعض الناس بقى بيعملوا ايه؟ عندهم فكرة كده في غاية السلبية ايه هي؟ هو عايز يحرم ايه؟ أنا آسف يعني هو عايز يحرم اي حاجة فبيقول لك أنا بيع بالتأسيد طبوس هو بيقول له بيع بالتأسيد دي بيقول له هي كاش بعشرة وتأسيد تلتاشر يبقى كده باعتين في باعة حسبنا الله ونعمل وكيل هو بيخيروا بأن نوعين من البيع الحلال بيخيروا بأن ده نوع بيع حلال وده نوع بيع حلال مدام هو ممشيش غيره وهو مش ترب التأسيد او ممشيش إلا وهو شارب الكاش ده اتمنوش دعوا ببيعتين في بيع فلذلك هذا بيع صحيح ليس فيه شبهة ولا نحتاج إلى ضرورة ولا نحتاج إلى حاجة بكي تجوز لنا هذا البيع لأنه بيع صحيح وعلى أصل البيع وليس فيه شبهة حرمة السؤال الثاني بيقول ايه؟ ربنا يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك كنت عايزة أسأل هل تحرم الصلاة بعد صلاة العصر والفجر يعني لو عايزة أصلي صلاة او نافلة فيتاني ما ينفعش أصليها في الوقت ده لازم نفرق ما بين حكتين احنا عندنا قاعدة تقول بأن الصلوات الفائتة تقضى ليه؟ لأنها دين على الإنسان فعليه أن يسدد هذا الدين وإحنا عندنا ما يتعلق بي الصلوات إما تكون الصلاة نركز بقى إما تكون الصلاة لها سبب سابق أو سبب مقارن أو سبب لاحق يعني إيه الصلاة يكون لها سبب سابق كل الصلوات اللي احنا بنصليها اللي هي الصلوات الخامسة كلها لما بنيجي نصليها بيبار لها سبب سابق أنا بروح أصلي لأن الأذن دخل الوقت فسببها سابق طيب وقد يكون سببها مقارن زي ما بنصلي في وقت الخصوف والكسوف الخصوف والكسوف موجود وبنصلي فيكون ده سبب اسمه إيه؟ سبب مقارن وفيه صلوات لها سبب لاحق زي صلوات الاستخارة أنا بصلي وبعدين أدعي الاستخارة طب تحية المسجد لا تحية المسجد لها سبب سابق يبقى شوفوا القاعدة إزاي لها سبب سابق اللي هو إيه السبب السابق ده اللي هو السبب السابق إن أنا لما دخلت المسجد بصلي تحية المسجد لهذا الصلوات المنهي عن الصلوات بعد صلوات العصر وبعد صلوات الفجر هي الصلوات التي لها سبب لاحق أما الصلوات التي لها سبب سابق زي إيه؟ زي الصلوات الفائتة هو أنا أصلي الصلوات دي ليه؟ لأن وقتها دخل لأن وقتها إيه؟ دخل مش إنها فاتتني لأ يا لأن وقتها دخل فسبب هذه الصلاة سبب إيه؟ سابق آه يجوز إن أنا أصليها في أوقات الكراه يعني ينفع إن أنا أصليها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ينفع إن أنا أصلي الصلوات الفرائد الفائتة أما الصلوات إما اختيارنا بقى أما النوافل فنحن نختار في الفتوى أن النوافل لا تقضى يعني الصلوات الصلوات الرؤاتف مش هنقضيها يعني إيه؟ مش عقدي صلاة سنة الظهر بعد صلاة العصر مش عقديها يبقى إيه إذن؟ يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هو الصلوات لها ثلاث أسباب سبب سابق سبب مقارن سبب لاحق اللي من صلعاش هي التي لها سبب إيه؟ لاحق طيب الصلوات الفوائد ينفع إن أنا أصليها في وقت ما بعد العصر وبعد الفجر يجوز ليه؟ لأنها لها سبب سابق اللي وهي سبب السابق دخول وقتها يعني ينفع إن أنا أصلي الصلوات المقضية في وقت العصر وكمان في بعض العصر وكمان بعد الفجر لأنها صلوات لها سبب سابق السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم أنا متزوجة من سنتين وأهل زوجي مسيئين الظن والد زوجي ووالدته مفيش حاجة تشوفها بيني وبين زوجي أو عندي غير وتحكيها لكل إخوتها وكل إخوتها وأولادها وكل حاجة أقولها يساء الظن ويعملولي مشاكل بيني وبين زوجي وأنا تعبت يا شيخ أول طيب أنا أقول لحضرتك حاجة مهمة قوي أول حاجة واضح أقول لك بس معنا بشكل واضح وقاطع يعني واضح إن أنت حضرتك شايفة إنهم مركزين معاك لأو حضرتك كمان مركزة معاهم يعني مش هم بس اللي مركزين معاك هم مركزين في إنهم بيلحظوا كل حاجة بتحصل في بيتك وبتحصل بينك وبين زوجك وبينشروها وإنت كمان مركزة في إنهم بينشروها فبتعودت يا تتبعي هم قالوا إيه المين فين وإزاي ممكن أنت تقول لي دلوقتي والله أنا أعدى وما حدش حكالي حاجة أنا أعدى وما تتبعتش حاجة ده هم الناس بيجوا يقولولك لما الناس يجوا يقولولك ما تسمعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الصحابة فكان يقول للصحابة لا تحدثوني عن أصحابي ما حدش يكلمني عن أصحابي فإني أريدوا أن ألقاهم سليم الصدر قبليتك واستعدادك أن أنت تسمعي أو أن جنت تبحسي هم قالوا إيه عندك دي اللي بتضرك ده بالعنصر الأساس اللي بيضرك طب أنا بقولك كده ليه لأن من الزكاء وكمان من التدين المنور هو ماذا تركوا الإنسان من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه أنت لا يعنيك أن أنت تروح تغيريهم لكن يعنيك أن أنت تمنعي قلبك من الواجع وتمنعي نفسك من أن هي تحس بالأذى طب تمنعي نفسك إزاي أن هي تحس بالأذى وأن هي ما تتوجعش أسألة سهلة لا تسمعي لا تسمعي ما يقال بالعكس أنك تسمعي ما يقال قد يكون ده في إعانة على الإسم والعدوان طب أنت لو عايزة لا تعيني على الإسم والعدوان تعملي إيه ما تسمعيش الكلام اللي بتقلك خالص أجور الكلام داته ما تسمعوش سيدنا الإمام عمر الفاروق رضي الله عنه علمنا طريقة حلوة قوي قوي مش بس في الاقتصاد في الحياة كلها عشان نحافظ على نفسنا إيه هي لما حاجة بتغلى أرخصوه بالطرك لما تلاقي الكلام بيكتر أرخصوه بالطرك يعني خلي الكلام لا فائدة له بإن جنت تتركيه فرخصي الكلام بالطرك عشان ما يوجعكيش لأن أنت لو غلتي الكلام وخلتي كل كلمة من الكلام اللي بتتقلد دي لها أهمية مين اللي هيتضرق ومين اللي هيدفع الفاتورة حضرتك ولذلك خليكي كده نزهي سمعك عن أنك أنت تسمعي كل الكلام ده أتقولي أنا كل ده كربته وقولي ده أنا عملته أنا دلوقتي بتأزى من اللي هم بيعملوه بتأزى من زوء ظنهم أنا عايزة عليك سؤال هو سوء الظن ده معصية لأن فيها نوع من أنواع الظلم للناس والظلم وظلماته يوم القيامة أيوة أنا بحس اللي أنت بتقوله ده أنا بحس به إن أنا مظلومة صح مين اللي يبكي على الظلم بقى مين اللي توجه على الظلم المظلوم ولا الظالم مفروض الظالم لأن الظلم ظلماته يوم القيامة والظلم ده بيسوق الإنسان إلى النار فمين المفروض اللي يبكي على خطيئته المفروض هم اللي يبكوا على خطيئتهم ولا أنت بتبكي لهم يعني أنت بتتوجع وتبكي لهم عشان هم يرتاحوا ما وده مش صح يبقى هم اللي ظلموا وهم اللي يبكوا وهم اللي مفروض يتوبوا إلى الله وهم اللي يكتعدوا عشان يخرجوا من اللي هم فيه مش أنك أنت تكتهدي أن أنت ما تتوجعيش ده بيخليك في بعض الأحيين هذا التركيز أن أنت تروح وتقف وقصد الكلام وتحاول يتأخذ الكلام على قلبك ويوجعك طب جايز تقولي لي أن الكلام دوت كلام شكله سهل بس نحن ما نقدرش نعمله بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جيه ومشرك القريش مشرك القريش بالمناسبة أنت بتكلم عن المسلمين بتكلم عن إخوانك في الدين بتكلم عن ناس ممكن بعضهم يكونوا صلاحون وعندهم المعصية ديت بس فيبقى الحل ويبقى أن حضرت النبي لما كانوا يقولوا له ده الناس دولا المشركين بيتكلموا عنك وبيسبوك فيقولهم ولا بيسبوني ولا الحاجة ده بيسبوا واحد تاني الواحد ده تسمه مزمم وأنا اسم محمد إنما يدعون مزمما وأنا ولست مزمم ولكني محمد فشوفوا حضرت النبي حفظ كلامته إزاي حفظ كلامته إن الكلام اللي انت بتقوله ده مش فيه انت ممكن كمان تحفظ كلامتك إن انت تعتبر إن الكلام اللي بتقال ده بتقال عن حد تاني مش عنك انت مش انت بتقول إن هم بيزلمونك يبقى هم بيتكلموا عن واحد شخص تاني غيرك انت الحاجات اللي بيقولها لك دي لو تعودت إن انت تعمليها بس انت بقى لما تيجي تعملي كده نفسك الأمر بالسوق تقولك إيه لأ ما انت لو عملت كده يبقى انت للأسف يعني أو ما هتقول كده نفسك الأمر بالسوق هتقولك كده ما عندكش كده ما يبش عباعيه عندك دم إنهم يجيبوا في ستك وانت تسكتي فأنت لازم تاخد الأمضة على سترك وتتوجعي وتتألمي وتتعذبي مين اللي أمرك بده النفس الأمر بالسوق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها فأنت لازم تزكي نفسك فلا تستمعي لهذا الكلام ودعيه ولا تستمري في إن هذا الكلام سيؤذيكي أذن بالغا إن انت تستمري في هذا الحال فهما لما يتكلموا يبقى بيتكلموا على مين على حد تاني مش بيتكلموا عليك فأنت لازم تكوني فهمة كده كويس جدا السؤال بعد كده بيقول ما حكم العقد الشرعي بين الزجين إذا كان أحدهم لا يصلي ويخون وإدمان مع إن عقد النكاح للمسلم وبين الإسلام أن عقد النكاح للمسلم وبين الإسلام والكفر الصلاة في الحديث الشريف من خاننا ليس مننا كل ده معناه إن الخيانة وإن الشخص الذي يترك الصلاة الذي يترك الصلاة تكاسلا ليس الذي بيننا وبين الصلاة الذي بين الإسلام والكفر ترك الصلاة أي تعمدا ولكن إذا ترك الصلاة تقصيرا هو صاحب معصية صاحب كبيرة لكن لا يكفر بنص كلام الصحابة أنه لا يكفر بنص كلام الصحابة أنه ده كفر دون كفر كفر يعني إيه ظلم للنفس فلذلك هو يظلم نفسه ويأذي نفسه إيه بقى حكم الجواز ده اللي فيه صاحبنا فيه بيسيب الصلاة طبعا أي عايزة تعمل إيه توصل إلى إن هي تقول له على فكرة جوازنا ده بقى باطل ليه ست جوازي بقى باطل عشان ما بتصليش ليه جوازنا بقى باطل عشان بقى خنتني طبعا أنا عارف أن السؤال ده اللي جاي قدامي ده جاي في أول شهر أو أول شهرين في فترة التواهج ما بعد الخيانة أنت عارف أنت أنت بقيتش عندك دين ليه لأنك أنت بتخون فأم بتخون بقى فيه فتروح نجايبين كمان إنهم بيصليش وكمان بيخون فقوله صلى الله عليه وسلم إن في الكلام عن الخيانة أو الكلام لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ليس معنا ذلك إن الزان حين يزني يكفر لأن الإنسان إذا اتكب هذه الكبائر يظل على ديني وإذا عاد وتاب إلى الله لا يختص ولكن يعود ويتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى فيبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الراجل لو خان لو وقع في المعصية وخان لأن كلمة خيانة بنستخدمها احنا بمصطلحين في حياتنا فيما يسمى بالخيانة الاجتماعية والخيانة الإنسانية والخيانة العاطفية وفيه الخيانة بمعنى الزنة فإذا هو وقع في الزنة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فما حدش يقول له انت بس انت لازم ترجع للدين لإن رسول الله سبحانه قال لا يزني الزان حين يزني ومؤمن أي سيدنا عبد الله بن عباسي بيين لنا الكلام ده يقول أي ينزع نوره الإيمان من القلب يعني إيه اللي حاصل؟ الإيمان يتطف في قلبه لكن هو مازال مؤمنا لأن رسول الله لما قاله راجل مدمن برضو ذكرت أنه هو فيه إدمان الراجل لما قاله هو مدمن وجلد يجلد كتير يجلد كتير فجي مرة الصحابي فقال مازالت نفسه تقلبه عليه حتى يأتي فيه يجلد كالكل فقال اسكت اسمت لا تكون عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسوله فشاهد له رسول الله بأنه يحب الله ورسوله ما حكم هذا العقد العقد صحيح وهو عقد شرعي صحيح وليس فيه عيب إذا كان العقد ده تم بكل أركانه وشروطه فهو عقد صحيح واللي حضيك بتقوليه ده ينمي على أن فيه مشكلات هذه مشكلات مشكلات زوجية إيه المشكلات الزوجية اللي موجودة عندنا واضح أن هي أول مشكلة عندنا الخيانة واضح المشكلة تانية أن فيه حد هي حاسة أنه لا يتقل لها فيها فالمشكلات دي كلها محتاجين نقعد ونحلها مش أن نحن نقول أن العقد ده بطل عشان أنا أخرج من هذا الألم وهذا الوجع وهذا الأزة لا إحنا محتاجين نفهم إيه هي المشكلات ونقوم بحلها لا أن نحاول بقدر الإمكان أن نحن نبطل العقد إبطال العقد مش هو الحل إبطال العقد مش هو الحل العقد صحيح وليس فيه شبهة ولكن يبقى أن إحنا محتاجين نغير بعض تفاصيل العلاقة ما بينكم أول حاجة مسألة الصلاة بتنعكس دايماً أقول للرجال كده أن ترك الصلاة عند السيدات اللي بتحب أن الرجل يصلي ترك الصلاة مرضودة عند المرأة أن الرجل ده مش هيتقل لا فيها فممكن يئزيها ويوجعها بدون أي اهتمام يعني يوجعها ويئزيها بدم بارد ليه عندها اللي ما بيصليش ما بيخافش من ربنا فهيتقل لا فيها ليه فالستات اللي هم عندهم الصلاة وهذا حال المسلمات المؤمنات أن يبقى عندهم الصلاة عظيمة فالشخص لما يطلق الصلاة عندها طب ده إيه لا يردعه لما يئزيني ولا يوجعني ولا يقلمني ولا يمارس العنف معايا إيه لا يردعه إذا كان هو الصلاة ترك الصلاة وعشان كده هي ذكرى مسألة ترك الصلاة عشان هي لها قيمة بتنعكس على حياتهم الزوجية إن هو لن يتقل لا فيها طب والحياة التانية اللي قالت ايه قالت كمان إن هو بيخون فعندها الخيانة دي ده واحد ما عندهش حياة من الله ومش بيتقل لا فيها ما بيحفظ صعر ده ده هو رح خنة طب إيه اللي يضمنه إننا كمان ما خنوش زي إذا أنا نفسي الأمر بالسوق اللي عبت بيا وراح واخداني إن أنا أعمل زي كده طب ما هو كده ضيع ديني فهو كده كمان ما اتقاش اللي فيها بالعكس ده فتني كمان وكمان يجي الإدمان إن هو الشخص دوت لا هو مسؤول ولا هو مناسب إن هو كده طب إيه الحل في الحالة اللي عندنا دي لما يجي حد يسألني طبعا يا تجاوزت السؤال بيسألني أنا أتطلق وما أتطلقش ده يا راح سكة تانية قالت لا ده جواز العقد باطل لا لا مع كل دوت ما تتطلقيش أما تتطلقيش يعني إيه ما تتطلقيش لأننا ما نعرفش الحاجات دي كلها هو بيعملها ليه إيه فايدة إن انت بتعملها ومش حرام هو المسألة عندنا مش إن هو بيعمل الحرام أو ما بيعملش حرام المسألة عندنا إن هذا إيه سببه عشان نقدر نحله ولا ما نحلهش حتى الشخص اللي بيعصي الله سبحانه وتعالى لازم نعرف هو لما بيعصي ربنا لو كنا عايزين نطور شخصيته وعايزين نوصله لإقباله على الله بيبقى جيد جدا إننا أعرف السبب ده عشان أحله عشان ما يجعش المعصيه مرة تاني وعشان كده المشكلات اللي هي خفية اللي وراء السؤال ده تحتاج إلى حل تحتاج إلى حل يعني إيه تحتاج إن إحنا نقعد ونشوف الأسباب دي مش أسباب هو ليه بيسي بالصلاة ولا ليه بيكون الخيانة ديتنا نخليها لازم نسأل عن سببه ولا ليه بيدمن لازم نسأل أسئلة دي عشان نعرف إحنا عن حل ده إزاي معاكم لأن حل ده متوقف عن معرفة الأسباب وكيفية الإيه وكيفية النظر ده وده كله تحت قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير طب ده ممكن يتم إزاي ممكن يتم دهت في جراسات الإرشاد الزواجي اللي ممكن نروح ليها في مركز الإرشاد الزواجي بدور الإفتاء المصري فنصحت لحضرتك لو بتكلميني إيه الحل الحل هو الجلوس مع خبراء يحللوا مشكلتكم وبعد كده بعد من يحللوا مشكلة يحاولوا يخرجوا بالحل بعد ذلك إذن فتعالوا نتفق على أن بعض المشكلات تحتاج إلى إيه تحتاج إلى حلول جزرية لأن نستطيع أن نحن نحلها إلا بالعودة إلا بالعودة إلى أسباب هذه المشكلات ودي نصحتي في السؤال اللي كان ما بين إيدينا يا سادة إحنا اتكلمنا النهار ده عن حديث يمثل نموذج والنماذج من وظيفتها أن هي بتعلمنا بتخلينا أوسع بتخلينا أكثر وعيا بتخلينا ده أن ناخد إجراءات صحيحة حديث اللي أنا بسميه حديث الجسد الواحد أو حديث النموذج العضوي أن كل عضو عندنا له وظيفة وكل الأعضاء لابد أنها تكون جلجسد الواحد وتتلاحم يا سادة منا منها يصهر عشان يحافظ على الأرض والعرض بأنه يبين الجريمة دي قد إيه هي بشعة قد إيه هي منتهكة لحقوق الإنسان قد إيه بتهدد البشرية كلها ونجم أنها سيصهر بأنه يجمع كل ما لدينا ما لدينا من دواء ما لدينا من طعام ما لدينا من كسوة ما لدينا من كل أسباب الحفاظ على الحياة لكي نستطيع أن نقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا نعم كنا جلجسد الواحد وقمنا بما يسأل الله لنا وبما أقامنا الله فيه اللهم يا رب العالمين اجعلنا من أهل السبات واجعلنا نحافظ على الأرض والعرض واجعلنا دائما من أهل الرحمة والخير والجمال اللهم يا جميل يا رحيم يا ودود اجعلنا دائما في محل نظرك واغدق علينا يا ربنا من فضلك ومن كرمك ومن الجود يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في سبات وفي يقين وفي أمل من أنك يا مولانا معنا على كل أحوالنا وبك نسرطنا وبك فرقنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أنت وكيلنا فكلنا في كل وقت وحي اشتركوا في القناة